الموسم العاشر عبقرة المدارس ومباراة مهمة في المربع الزهبي وحفكركم بالنتيجة منارة مادرن القاهرة عشرين السعادية السنوية بالجيزة مية وعشرين وحصل عندها تغيير واحد بس في السعادية بيجاد عبد الرحيم رجع مكان أحمد أسامة ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة تحت الضغط عمر وبيجاد بيجاد وعمر بيجاد هتروع عند السليم هتسمع وغنية وترجع عندها تاني تفضل تفضل يا عمر عمر كل سؤال حيفرق خلي بالك شوي التركيز وهدوء والأسئلة مش صعبة إن شاء الله تفانى تعالي نطمن كده على بيجاد تمام تحت الضغط كاونتر ما هو نظام الحكم في دولة بانجلادش؟ جمهور صح كم عدد الأيام في تسعة أسابيع؟ تلاتة وستين صح ما هي اللغة الرسمية في دولة تشيك؟ المان غلط قديب مصري مؤلف روايد خلطي صفية والدير فمن هو؟ مجيب محفوظ غلط ما هو عدد الزري العنصر البروم؟ 35 صح فنان قام بدور فوزي في مسلسل أستاذ ورئيس قصب فمن هو؟ باص ما هي الرادة التي كان يحترفها البطل المصري؟ أمير وجيه مجيب محفوظ غلط ما هي الدولة الأوروبية؟ فرد فرد برافو عليك خمس إجابات صحية عب 25 نقطة برافو عليك سليم عايزين بيجاد ينضم لينا بيجاد بيجاد عرفت عمر عمري ولا لا؟ عرفت طبعا ميدو قالك ميدو ما بيعرفش يسكت جاهز؟ جاهز تحت الضغط كاونتر ما هو نظام الحكم في دولة بانجلاديش؟ كوموري صح في أي طبقة جوية توجد طبقة الأوزون؟ سترسوسفير صح ما هي عاصمة دولة هنجولا؟ لواندا صح كم عدد الأيام في تسعة أسابيع؟ صاربين غلط ما هي اللغة الرسمية في دولة تشيك؟ تشيك بوس أديب مصري مؤلف رواية خلطي صفية والدير فمن هو؟ سمانة روكش غلط ما هو العدد الزري العنصر البروم؟ خمسة غلط فنان قام بدور فوزي في مسلسل أستاذ ورئيس قصر فمن هو؟ عدد الإمام صح ما هي الرياضة التي كان احترفها؟ البطل المصري أمير وجيب بوس ما هي الدول الأوروبية التي حكمها؟ كم إجابة صح؟ مش عارف أربع إجابات صحيحة بعشرين نقطة كان فيه إجابة؟ كان نفسي أحسبها لك صح انت قلت التشيك بوس مش التشيكية ما ينفعش أحسبها لك صح هارد لك تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش ما هي اللغة الرسمية في دولة تشيك؟ اللغة التشيكية أديب مصري مؤلف رواية خلطي صفية والدير؟ بهاق طهر ما هي الرياضة التي كان يحترفها البطل المصري أمير وجيب؟ سكواش طبعاً أمير وجيب مش بس بطل مصري وكمان مدرب عالمي في رأي خرج أبطال مؤمن جداً أمير وجيب بطل في رياضة السكواش هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش عشرين نقطة وانت معاك خمسة عشرين نقطة وعشر نقطة دي شكراً كلنا نحي بجاد وعمر عمر وبيجاد شكراً ونتيدة اتغيرت عمر كنت كام يا عمر؟ عشرين عشرين وخمس إجابات صحيحة وعشر نقطة دي بقيته خمسة وخمسين بجاد كنت كام؟ مية وعشرين شكراً ازاي حد ينسى حاجة زي دي مية وعشرين واربع إجابات صحيحة بقيته مية واربعين فقرة اللي جاية لو طارت منكو المباراة اتحسمت محتاجين تاخدوا الخمسة وعشرين نقطة دول علشان تعرفوا تكملوا ويبقى فيه أمل في الفقرة الأخيرة وده الوقت مع الفقرة الخمسة فقرة ضربات الجزاء ضربات جزاء عمر وواجيه واجيه وعمر والسؤال الأول 25 نقطة لما أدرسها واحدة بس عمر خمسة وخمسين وخمسة وعشرين تمانين تمانين ترجعوا تاني في المباراة مية واربعين وخمسة وعشرين مية وخمسة وستين مية وخمسة وستين اتحسمت المباراة السؤال الأول فنون من هو الفنان المصري الذي قام بدور حازم في مسلسل لآخر نفس؟ كان بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي مين؟ عارفة فنان أنا بحبه الحقيقة جداً الإجابة الصحيحة فتحي عبدالوهاب تفضل زياد وعرفة عرفة وزياد والسؤال الثاني لسه ما عندناش أهداف السؤال اللي جاي في الرياضة ايه؟ عمش الرياضة ولا ايه؟ بجد؟ زمالكاوي بقى زمالكاوي ليه كده يا ميدو دايب؟ يعني مايوش في الرياضة بعدين تقولي زمالكاوي كلنا زمالكاوية كلوكو زمالكاوية ما شاء الله معاد انا معاد اميدو ماشي اوكي اهو شوف فيه اعتراض في الاحتياطي كلنا زمالكوية ازاي يعني؟ سؤال الثاني رياضة ما هو ثاني اكثر الاندية حصولا على بطولة الدور المصري لكرة السلة حتى عام 2020 التاني مين؟ الاهلي الاهلي اجابة خطاعة مين التاني عرفة؟ الزمالك بحضة 14 الزمالك رطاف اش مهنة الزمالك يعني؟ انا عادي اهلي زمالك بقى لا لا هو الزمالك بيحب المركز التاني كرة او سلة متقلقش الزمالك الهدف الاول الاول مين الاول مين الاتحاد سكنداري الاول والزمالك التاني الاتحاد سكنداري 14 مرة والزمالك 13 مرة ونادي الجزيرة التالت بتسع مرات وبعد كده الاهلي الرابع بخمس مرات طيب كده فيه هدف بلا مقابل رهد مشكلة ليه؟ لو ميدو جاوب صح ميدو والمدرسة السعادية اتأهلوا الفاينل خلاص املك الوحيد في النجدة تعدي سؤال الثالث حل المسألة الاتية 60 في 4 على 8 في 9 يسوي كامل اجابتك 110 110 110 اجابة خطيئة 210 سؤال سهل جبت 200 70 الله سواء 70 ايوه معلش هارد لك السؤال ده كان سهل بس انت متوترة وقلقنا لدرجة ان انت اطلق بطي ما بين 210 270 الاجابة كانت عندك ولكن هارد لك اجابة خطيرة الاجابة الصحيحة 270 شهد الكورة في ملعبك محتاجة تتعدلي يا اما بيجاد حيرجع بـ 25 نقطة حتى لو مجاوبش وتأهل مع مدرسة السعادية للمباراة النهائية للمرة التانية هنشوف سؤال الرابع جغرافيا الى اي قارة تتبع جزر اشمور وكارثير اسيا اسيا اجابة خطيرة هارد لك جسع في اجابة امريكا الشمالية امريكا الشمالية اجابة خطيرة جزر مرجانية ورملية في قارة استراليا اتراف عليك في قارة استراليا هارد لك تفضلوا هارد لك يا شهد وهارد لك يا بيجاد مع انك رجعت بـ 25 نقطة النتيجة اتغيرت والمباراة اتحسمت الف مبروك السعادية اتأهلتوا المباراة النهائية المباراة في رأيي الشخصي مباراة صعبة على منارة مطر هم مداخلين المباراة الأنين فيه توطر واضع عليهم جدا من قبل ما يبددوا الامل كله كان علي في السؤال الاخير في ضربات الجزاء بس للأسف التوتر غلب علينا الهدف الاول ضربات الجزاء الاجابة ما كانتش عندي بس زياد سهل علي الموضوع لما جاوب الاهلي مرس السعادية بدوء وتركيز افضل من المطشين اللي فاتوا الهدف اللي سجله عرفة خلاني أنزل نتطمن في ضربة الجزاء بتاعتين وان شاء الله الحلم أقرب وكسش السعادية نوح نشوف عاجلة الحظ والمباراة حتنتيه كام كام وبكرر هارد لك لمنارة مادر ألف وبرو للسعادية العسكرية نوح نكمل آخر المباراة هارد لك منارة مادر لعبتوا موسم قوي ولكن ماتش النهاردة أنتو دخلتوا الماتش القانين رغد بص يا رغد أنا عارف أن الموقف مستهل كان حلمه قريب ولكن لازم كلنا نعترف أن السعادية كانوا مستعدين أكتر صح ولا غلط لا ما فيقعش حاجة هم استعدوا أكتر علشان كده هم هيستحقوا الوصول المبرنقية هارد لك لفريق منارة مادر رغد 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 ينفع أولك حاجة مهمة عياتي بس أولك حاجة مهمة دحكك أو حتبسطك هتلعبي على لقب أفضل لاعب الموسم العاشر لأن أنت ساعدتي فريقك أن أنت توصلي المربع الزعبي وعملتي موسم قوي وما شاركتيش أول مباراة ولكن عملتي مجهود كويس جدا في الماتشاط اللي لعبتي فيها رغد عبد الحميد هتبقي معانا بإذن الله على لقب أفضل لاعب الموسم العاشر دي تطلع ابتسامة ولا ما تطلعش ابتسامة أعتقد أنها تطلع ابتسامة واحدة من أفضل تمانية في الموسم ده بشكرك مدرسة السعادية دفعتوا على لقب فعلا وحتوصلوا خلاص لحلم تاني مرة حلم كاس العباقرة المركز الأول أو المركز التاني لأول مرة في تاريخ العباقرة مدرسة توصل للفاينل مرتين بس كده كمان في حاجة جميلة جدا لأول مرة مدرسة السعادية ولاد حتلاعب مدرسة منفلوت بنات من منفلوت أسيوت حاجة جميلة جدا حنشوف مين اللي هيكسب وحيبقى صاحب المركز الأول ومين صاحب المركز التاني هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة وبكده طلاب مصر جمعهم دمانين نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة بأشرين ألف جنيه بما يساوي مليون وستمائة ألف جنيه ويبقى الرسيد لحد دلوقتي أربعة مليون وربعمائة ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المجالس الحكومية اشتركوا في القناة